التعريف الصغير هنتعرض لبعض التعريف الصغيرة الأول قريفنا أن مقصود بها من أول الأكسبت لحد C2 الساب أجزيل يقسموه إلى ميدل سيرفايكل ميدل سيرفايكل هو الثلاثة الخمسة واللور سيرفايكل من C6 إلى درسة واحدة الـ Spinal Unit أو Spinal Unit Motion Segment هو عبارة عن التو فرتبري بكل الجوينس والليجامنس الليجامنس ما بين الاثنين هذا اسموه Functional Unit of the Spinal Column الموجمت اللي بتحصل في الـ Functional Spinal Unit ثلاثة أنجلر اللي هو أروند أكسس اللي هي الفلكشن والإكستينشن زي اللاترال بندنج وزي الإيه؟ الـ Vertical Axel Rotation تمام؟ أو Translational Movement تتحرك البضي عن بضي تاني اللي هو Sagittal Translation أو Coronal Translation أو Distraction و Compression في برينسبل مهمة في وغير السيرفايكال اللي هو أنه معظم الموذم ما بتبقاش Single Movement يعني الفلكشن بيطبق معها في Some Rotation ده مش اللي عيان أو مش الشخص هو عايز يعمل فلكشن لا الفلكشن يبقى على مستوى جوينت فيها Some Rotation موجودة ده اسمه Coupling Effect اللي بيبقى موجودة Center of Rotation في الفلكشن مثلا ما بدينا نتكلم على أي حاجة Center of Rotation عادة فيها بيبقى Fixed هو النقطة اللي حواليها بتتحرك إنما في الـ في الـ في الـ Actually Center of Rotation بيتحرك هو في حد ذات يعني في أول الفلكشن مثلا بيبقى Center of Rotation في الـ يبدأ Center of Rotation يشفت هو كمان نور وهكذا فدي أحد اللي بتحصل مش بس كمان وعشان كده بنسميها Instantaneous axis of Rotation أو Center of Rotation اللي هو في المرحلة دي Center of Rotation موجود فيه تمام المرحلة 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 مقصود به اللي العيان بيعمله بنفسه أو الشخص بيعمله بنفسه المرحلة اللي هو اللي أنا أعمله للمريض تمام وطبعا دايما كل شغلنا بيبقى في الـ 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 بيتقسم إلى أو ما عمل ينظر الاجتماعي ومستخدمات المنزلة يعني من نتيجة نتيجة جميع هذه الاخوة حصلت نتيجة الترون وهذا ، حبل الاجتماعي أو مستخدمات المنزلة اللي هو بيحصل في letal effort letal effort على and all the joint وفي آخر الاجتماعي يبدأ يحصل اللي هو زي الـ حائر كيرب اللي هو بيبقى أي موتون صغيرة تحصل بتخلق سترس اكتر كتير قوي من الموشن اللي كان بتحصل في اول الكيرفي ده برضو الديجريز دي شوية بتختلف كتير بنزل الحقيقة يعني ما عجبنيش كتاب بنزل اللي بيقرم منه بتاع سيرفايكال سباين في حاجات كتير الحقيقة قد قوي يعني مثلا هو اللي قايل انه الاكستنشن من النيوترال بوزيشن تسعة وثلاثين ديجري تسعة وثلاثين ديجري وليلة جدا قايل الروتيشن بتاع الخمسة وخمسين ديجري خمسة وخمسين ديجري برضو ايلا قوي انت من النيوترال بوزيشن الروتيشن ده ده مش خمسة وخمسين ده انت مقرب على التسعين في ستاة دستارينا حطيتها برضو وصلة خمسة وتمانين هو ده الاقرب الحقيقة تمام المهم عندي سيبكم من الارقام نعم المهم عندي البيبر اللي بتقول الحقيقة دي جميلة جدا انه جزء الاكبر من الموهمنت اللي اننا بنستخدمه في حياتنا في السيرفايكال هو الفليكشن اكستنشن نتكلم على مستوى السيرفايكال اكتر من الروتيشن واكتر من اللاترال بين دي ولكن المعلومة التانية انه الفليكشن احنا شايفين انه يوصل لتاتة وستين ديجري واكستنشن ابدو تمانين ديجري معظم الفليكشن بتاعنا اللي احنا بنستخدمه هو ديجري اقل كتير او من الماكسيمال ده تمام والعكس في الروتيشن الروتيشن هو كاستخدامنا للروتيشن فرصته قليلة او نسبته قليلة في الديلي اكتيفتي ولكن لما باستخدمه في الغالب باوصل لقرب الماكسيمال بتاعي تمام ودي برضو من رحمة ربنا الحاجة اللي باستخدمها كتير ما باستخدمش الماكسيمال بتاعها عشان ما خلاقش فلير سريع والحاجة اللي باستخدمها قليلة هو اللي ممكن استخدم الماكسيمال بتاعها برضو ده مهم في ايه مهم جدا لما اجي اعمل كرينو سيرفايكال انسترومنتيشن وفكسيشن اهم نقطة اهتم بيها الفليكشن بتاع العيان اخباره ايه اثناء الانسترومنتيشن عشان ما ثبتوش في مكان في قض زي بإكستنشن مثلا كده مبقاش شايف قدامه وهو ماشي وده جزء كبير اوي من بتاعنا ما اعتمد عليك فالنيوترالبوزيشن الوسط هو ده بيبقى افضل حاجة او الحقيقة والصومفليكشن كمان سي وان سي تو اكتر جوينت موجود فيه او اكتر موجود فيه هو الفليكشن اكستنشن الفليكشن اكستنشن بتاع السيرفايكال سباين اللي احنا قلنا حوالي تاتة وستين درجة مثلا خمسين في المية منه يتعامل بال اللي هو بنسميه النودينج اللي هو ده ده الفليكشن الفليكشن النودينج اللي هو ده 50% من اللي هو التعامل بالنودينج فيه هي الروتيشن. تمام? يبقى لما يجي اعمل ساب اكسيبيت الابروتش وده بيشوفها كتير في الناس اللي بيساعدونا وبيعملوا بيحطوا البوزيشن. كتير او يهتم هو بيعمل ساب اكسيبيت الابروتش انه يعمل ده كده. من غير ما يبقى متأكد ان دي اعمل هكده. فانا فقدت كده خمسين في المية لو انا عامل فليكشن للسيرفايكال سباين ومش عامل النودينج اعمل اكستنشن الكريميو سيرفايكال جونكشن. انا فقدت خمسين في المية من الفليكشن اللي عندي نوت. اجي اخش خصوصا انا نداخل كمان عصاب اكسيبيتان. اجي اخش عصاب اكسيبيتان انا لقيت دي. دي سبيس مأفون. ويسي ولا زقالي في الاكسيبيت. لازم? لازم? لما تيجي تحضر العيان دوت في البوزيشن بتاع اول حاجة تعمل فيها تعمل 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 كريميو سيرفايكال جونكشن ده ما يأثر لكش على الاروي وعلى التيوب. يعني النوديج ما يأثر. النوديج ما يأثرش. النوديج ما يأثرش. لارمهما عملته نوديج وانت لسه سيرفايكال مش هتوصل للاتنين فينجر اللي انت بتسيبه. فاهمت زي? تبدأ تديا اي امتا لما تبدأ تعمل كمان كده. فاهمت زي? بس انت عشان تفتح الصاب اكسيبتال ترينجل لازم تعمل نوديج الاول. ماكسيما نوديج. ده مش هيأثر لك على الاروي. وبعدين ومش هيأثر لك على الفيناس كومبريشن. وبعد كده تبدأ تعمل ايه السيرفايكال نفسه. سيما اتفقنا خمسين في المية من السيرفايكال فليكشن موجودة في سي اكسيبت وخمسين في المية من الروتيشن موجودة في سي وان سي تو. ده الميدر سيرفايكال سيجمنت. وده اللور سيرفايكال سيجنا. تكتشف ان ما بين الميدر سيرفايكال ولور سيرفايكال يعني نتكلم في سي اربعة سي خمسة. فليكشن يكاد يكون متساوي. لاترال فليكشن برضو يكاد يكون متساوي والروتيشن كاد يكون متساوي. الساب اجزي الاكتر حاجة فيه مضبط هي بازالة الفليكشن اسبيشن في سي اربعة خمسة وخمسة اللي هي تقريباً 2 خصوصاً 5-6 الماكسيمو الايست انسيدنس بتاعت السيرفيكال ديسك باعدة الموضبينت اللي يعني شوية موجودة specific للسيرفيكال سباين باعدة الموضبينت اللي هو ده وبارة عن ايه؟ وبارة عن فريكشن نودينك وإكستنشن لباقي الصبق أجزي تمام؟ وعكسه للبروتراكشن موضبينت تانية اللي هي السيرفيكال ده موضبينت ما بين اللاترال فريكشن الفريكشن ناحية التانية نحية التانية يعني نجي باقي الكلام المهم ده شوية الديفينيشن زيكان عشان يعني اللي بتمر عليكو تبقى عارفينها الاسباين الانستابيليتي بايد ديفينيشن هي عبارة عن ايه؟ يعني امتى اقول الاسباين ده انستابل يزاود؟ قويسة؟ اه اه ايه؟ او ديفينيشن او ديفينيشن او ديفينيشن بالظبط كده إنما طالما ما عندوش ولا انكابسيتينج بين ولا انكابسيتينج او ابنورمال ديفورميتي ولا الانشكل ديفيسيت وبدأ ستيبوليس بي خلاص الطيبس او انستابيليتي كو بيه اكورنج تو زى انصت انتو اكيوت وده مثلا في التروماتيك او كورونيك زي الفاسيولوجيكال زي التومرز مثلا تمام والحقيقة المهم في الانصت كل ما هو اكيوت عادة ما بيبقى اللخ قد تعطيه مور ديفورميتي بمعنى عايزة أقول انة ممكن تلاقي كورونيك انستابلتي نتيجة بيسولوجي وفيه ميجور انستابلتي انما العيان ما عندوش ميجور ميجور ديفورميتي في حين تلاقي في التروماتيك اللي هو الاكيوت مور انستابلتي موجودة انما رغم ذلك اللي الهاتortunي عندو ميجور ميجور ديفورميتي فعشان كده مش كل الروز اللي تتطبق على Traumatic Instability أقدر أسحبها وحطها على Degenerative أو Pathological Instability ومثال لذلك عشان أقرب لكم الكلام Vertibra Plana قد يقدر يقول لي المانجمة اللي هي خصوصا للديوتو طبعا بعد ما عملت لها Diagnosis وطلع انها Single Inzulophilic Granuloma يعني لو عندي عيان عنده Vertibra Plana وتشخص انه Vertibra Plana دي دوتو Zinophilic Granuloma Vertibra Plana لما هتشوف فيه فيلم أشعة من الأشعة موجودة هكذا تلاقيها إيه كمبريز تماما يعني تقريبا الأنتيرو والبستيرو كله برايحين يباباي لو طبعت عليه Traumatic Rules يباباي لازم أعمله Fixation حد يعرف المانجمة Vertibra Plana دوتو Zinophilic Granuloma ايه؟ هي بترفي على حسب العيان في الـ Adolescent Stage عداها ولا لا؟ يعني Adult ولا Pediatric Age كل ما بيبقى في الـ Pediatric Age Conserve the management دوتو لانه بتـ Expand بعد كده وجرد الكولر والـ management بتاعة Zinophilic Granuloma ممكن يوبا كافي جداً وأثبتوا بعض الـ Studies انها بترجع تـ Expand و بترجع تاني ما بتحتاجش Instrumentation و Fixation ده بس مثال لانه How much chronic instability اللي جاي بـ Very Gradually مش بالضرورة أسحب عليها نفس الـ rules بتاعة Acute instability لنتيجة التـ Traumatic الباسولوجي هل الباسولوجي دوت في البون ولا في الليجامنت ولا في الـ الاتنين مع بعض هل الباسولوجي دوت Trauma ولا Non Traumatic الـ Coulombs اللي هو في معظم الكتب كباهة كولم الأولاني اللي هو 3Colombs اللي هو Lewis 3Colom Concept واخد كل الـ Body و 2 Articular Pillars ما بيستخدمش كتير في التفسير والتأسيمة للـ Traumatic Subluxation الـ Holwer's Concept اللي هو 2Colombs anteriorColom and posteriorColom مرتبطين بالPosterior Longitudinal Ligament كل ما هو anterior to the Posterior Longitudinal Ligament is the anteriorColom كل ما هو Posterior to the Posterior Longitudinal Ligament is posteriorColom 3Colom قسم الـ AnteriorColom تقسمه أنتو التلت الأولاني والتلتين الـ Posterior فبالتالي بقى 3Colombs Principles الـ Forces اللي ممكن تبقى لـ Cervical Spine عشان في التروما عشان تعمل Abnormalities من الممكن انه هو Axial Loading اللي هو الـ Compression أو Distraction عكسها وـ وـ ده عادة ما بتحمل Compression in anteriorColom وـ Distraction in posteriorColom يعني في بعض التأسيمات اللي كانت قديمة اللي بقت قديمة دلوقتي اللي هو عندك كتبه Direct Vertical Compression أو Flection Injury فليكشن ده اسموها انتو Flection Compression لما يبقى الـ Main Component Of Injury في الفليكشن هو Compression أو يسموها Flection Distraction لما يبقى الـ Main Component Of The Injury في الفليكشن دوت الدستركشن يعني الفليكشن عمل Distractive Pathology هنا وهو يبقى اسمه Flection Distraction الفليكشن عمل Compression Pathology في الـ Anterior Part يبقى اسمه Flection Compression تمام وفي الـ Rotation تمام تاني دول الفاكتورز اللي في اي فورس مش بس المجنيتود بتاعت الفورس انما زي ما قولنا قبل كده Rate of Loading هو Acute ولا Chronic مثلا ده احد الفاكتورز اللي مهمة في التروما الـ Direction كمان النقطة المهمة الـ Position of the Spine اللي كان عليه ساعة لما خد التروما ده تمام الـ Vertical مثلا كمبريشن زي العيان اللي هو بينط في الـ لو هو With some Flection هيصبح التروما بتاعته كمبريشن وفليكشن لو هو Directly كمبريشن والـ والصيرفايكال سباين بتاعه ستريت فورد يبقى Direct Compression دي هتقدي الى باصولجي وده هتقدي الى باصولجي آه